هل حانت لحظة السلام في اليمن؟ سؤال يتردد في أذهان اليمنيين بكثير من الشك والريبة والمدعاة في ذلك معرفتهم أن ميليشيا الحوث لا تؤمن بالسلام بقدر سعيها لتوسيع سيطرتها وبسط سلطتها واستبدادها على اليمن أرضا وإنسانا نحن نتمنى للحوار السعودي الإيراني النجاح ونتمنى أن يعود على اليمن بالخير والسلام وإيقاف الحرب لكن بصراحة لسنا مطمئنين لأننا نعرف أن أي من تدخل إيران لن تلقى لا آمن ولا سلام فصل جديد تدخله الأزمة اليمنية وفقا لمصلحة السعودية ورؤية واشنطن أما الأطراف اليمنية فإنهم متباعدون كل البعد في أهدافهم ومشاريعهم فبينما تصر الشرعية على المرجعيات الثلاث وأن يتحول الحوثيون إلى مكون سياسي تقول الميليشيا لم يبقى أمامنا إلا القليل وتكتمل سيطرتنا أنا أعتقد الحوثيين إذا وجدوا إذا توحدت القوى الوطنية تحت مضلة القيادة السياسية بلغة واحدة وبإمكانية واحدة وبرأي واحد أنه أيضا سيد عل الحوار وسيضطر أن يجلس على طاولة الحوار وسيد عل السلام الذي ينشدها اليمنين خروج السعودية من دائرة المواجهات المباشرة لا يعني أن السلام بات قريبا بقدر ما سيمثل إعادة ترتيب لخارطة الحرب اليمنية التي يراد لها أن تكون محصورة في تداعيتها الإقليمية والدولية وفقا لمراقبين من المستبعد الحديث عن السلام في هذه اللحظة كل ما هو دائر وكل ما يبحث الآن هو التكلم عن المرحلة التي تحص المساعدات الإنسانية من مرتبات المطار فتح الطرقات الميناء وتوحيد جهود البنك المركزي أما فكرة السلام أعتقدشنا شخصيا أنها مطروحة الآن كأولوية بعد ما تنتهي المرحلة الأولى المتعلقة بهذه القضايا الإنسانية قد يكون هذا تمهيد للدخول في مشاورة السلام لكن شخصيا أنا لا أظن أنها قريبة أشاهد أن السلام لا يزال الأمل البعيد عن اليمنيين وأن اليمن تنتظره سنوات عجاف قادمة ترجمة نانسي قنقر